ايه تشاؤم ده وعدم التفاؤل؟ يا أخي تفاؤلوا خيراً تجدوا؟ آه بس خلي بالك أنا مش هغامر تاني وانا عندي قيادات حولت التعليم إلى عزبة خاصة هذي القيادات هي القيادات الوسيطة والقيادات الدنيا وبعض الفاسدين المأجورين وبعض الفاسدين المستفيدين وبعض الفاسدين الوسطاء يعني ايه وسطاء؟ يعني مثلاً انت عندك فيه موسم ومواسم كده في الدراسة فيه موسم الامتحانات ده بيبقى موسم لبعض الإدارات أكل عايش بقى ومكافئات ودنيا عندك موسم التحويلات وما أدراكما التحويلات خاصة في المدارس الرسمية للغات ده موسم موسم بقى ده موسم الجنيهات الدهب ده موسم التابلتات ده موسم اللابتوبات ده موسم الخمس تلفات جنيهات ولو مش بيصدق كلامي يا سيدي تعالى اتجول كده ببعض الإدارات يا سيدي خد إدارة أكتوبر واسمع الكلام ده بنفسك وممكن يتعرض عليك الكلام ده وأكتوبر وغيرها وإدارات كتير ممكن تلاقي واحدة كده ممكن تكون بتشتغل وتكون عمرها اللي افتراضي في التربية والتعليم معداش الخمس ست سنين موظفة صغيرة يعني مشتارة معلمة ممكن تبقى خصائية مثلا يعني تتعرف مثلا على لجنة التجريبيات وتبقى هي السمسار وأنا كمدير إدارة أو مدير قسم داخل الإدارة أنا زي الفل أنا محدش يجيلي أنا ميخدش حاجة في إيدي اللي بيديني حاجة يقول لي طبعاً ما محدش هديكي حاجة ولا محدش هديكي حاجة اللي بيدي بيدي على كافية نقول اسمه بلاش بعدين والدفع زي ما بيقولوا كده قبل التحويل أبجني تجدني ده موسم يا طرى المافيا دي هنقضي عليها مش هنقضي عليها طب المافيا دي بتشتغل كده منها نفسها لا دي منظومة كبيرة لها أمبريلا لها كده مظلة في ناس كده في الوزارة بتحمي وناس في المدرية بتحمي بس الناس في المدرية تم استبعاتهم خلاص وفي ناس في الإدارة بتشاهد وفي ناس مفروض أنها بتعاقب اللي هي أدارة الشؤون مثلا القانونية مثلا أو إدارة التوجيه المالي والإداري مثلا طب دول إيه زرفهم بقى هنعمل فيهم إيه إحنا لازم نتصرف وعلى سبيل المثال الحصر أحد المحققين في أحد الإدارات التعليمية عنده قضية مهمة جدا خاصة بملف التجريبيات في أحد الإدارات والملف ده مرتبط بيه إدارة التجريبيات أو قسم التجريبيات لجنة التجريبيات في هذه الإدارة ومدير إدارة سابق كان لا بيهش ولا بينش بالمناسبة يعني ودلوقت بيتفاوضوا مع المحقق ده إنه يحفظ الموضوع يا طرى يا عام مصطفى هتحفظ الموضوع؟ بيقولون كده أن أنت هتحفظ الموضوع هتحفظه؟ هتحفظه لو أنت حفظته هتتاخد أنت والموضوع كده من يأتك لمؤاخزة وهنوديك النيابة وهنطلع الموضوع حينه وهيبقى على عينك يا تاجر ليه تحفظه؟ وإنت دخلت الشلة ولا إيه؟ أنت حر تحمل مسئولية قرارك وتحمل تبعات قرارك هم نتكلم على حد في إدارة اسمها إدارة الشؤون الاعتمادية ومعروفة طبعا يعني معروفة إحنا بنشاور على مين وكانت العلاقة مش قد كده مع التجريبيات دلوقت العلاقة بقت كده ليه؟ ما هو أصل الموضوع بقى تقيل شوية عليهم فعايزين يشيلوا بعض ويساعدوا بعض ساعدوا بعض وإحنا عايزينكوا يعني بصراحة تتلموا تتلموا وتبقوا كده يعني مجموعة كده مع بعض وتساعدوا بعض عشان تبقوا كده ابقوا أحفظ يا أستاذ إحنا يا أستاذ مصطفى بنقول لك هو أحفظ مش أنتوا صحاب مش أنتوا حبايب بس الحبايب دي بره على القهوة على القهوة بيه اللي هو الناس بتيجي تقعد عليها وكده يعني عليها وبتاعه ده بره إنما في الشغل بقى وفي التحقيقات تاخد مجراها لو أنت حفظت طبعا على فكرة نفس الشؤون الاعتمادية حفظ التحقيقات قبل كده لأخصائية نفس التحقيقات ونفس الاتهامات ونفس الأشخاص اتخذت كده هلا بهلا وراحت للشؤون القانونية تانية وجدت أن عليها بلاوي قالت دي تستبعد من العملات التعليمية يعني زي ايه كده زي حد خد براءة واتعادت محاكمته خد اعدام الشؤون الاعتمادية دي خالدة الزكر خالدة الزكر أو خالد الزكر بقى أيا كان يعني نفس الأخصائية دي خدت براءة على فكرة حنا مكلمكم كلام بالمستندات وهذه القضية هي يعني تكاد تكون مفتاح السر في شبكة الفساد جوه دارت أو جوه العملات التعليمية من الإدارة للمدرية للوزارة خيط كده جاب ناس كتير شبكة بمعنى كلمة شبكة وما تعني الكلمة من معنى واصطلاح براءة نفس القضية دي لموها كده الناس قالت لهم عنوكوا يا شؤون اعتمادية وودونا على الشؤون القانونية قال لك استبعاد من العملية التعليمية انت كنت بتعملي ايه بقى كنت بتسوي لها الدنيا هو كان الاخ الخالد كان بيعمل ايه كان بيسوي الدنيا موجود افادات ان الاخ ده كان فعلا بيطلب من زمايلها ساعدوني عشان نطلعها براءة يا حبيب أمك انت جاي تطلعها براءة انت المحقق بتعلن انحيازك وطبعا القضية دي اتاخدت كده بعد الحكم اللي هو بالاعدام ده راحت للنيابة الادارية لحد اللحظة دي احنا ممكن نقول ان الشؤون الاعتمادية صح وان الشؤون القانونية غلط يبقى مين اللي يفصل جهة تالتة والجهة التالتة هي جهة قضائية هي النيابة الادارية اللي بتفصل دلوقتي في القضية وكادت ان تنتهي من الفصل في هذه القضية وهنشوف النتيجة يبقى فيها ايه ممكن تحفظ كل شيء وارد ليه لا ياسي بي تحفظ بتتفتح تاني برضو وفيش مشكلة عادي جدا يعني دلاوي يعني تحفظ وجبنا ناس من المستشار فلان يتدخل والاستاذ فلان يتدخل وانا جاي مش عارف منين وانا جاي مش عارف منين ليه مين اللي بيحمي الشبكة دي اظهروا بقى اطلع بقى الاس الكبير احنا مصممين عليه احنا مصممين نعرف مين البردية في هذه القضية الشهيرة ليه مفتاح الحل في وزارة التربية والتعليم باتفاق الجميع والكل الان يبحث عن البردين ومستنين مكالمة جيلنا تقول لنا انا البردع يا لطفي اظهر وبقى انا عليك الامان يا اخي اظهر محمد الشايد بيقول لنا هو لا مش انت اه والله يا محمد يعني هو جاي جاي الاس الكبير جاي ومقرب قوي واحنا في انتظاره وانا عارف ان الكل اللي ظهروا دول يعني زي بيقولوا كده الناس المقربين من الاس الكبير لحد ما يظهر احنا في انتظاره بس هو يعني يكاد يكون تواصلنا مع بعض يعني بس بشكل غير مباشر والرجل بيعلن ان هو فعلا هيشيل ايده وما تجيبه السرتي حاضر مش هنجيب سرتي بس كل حاجة فوق ده وهو الرجل عايزي باشاهد مالك بالفعل بس من بعيد اكبر قضية فساد في تاريخ مصر في وزارة التربية والتعليم هيكون بين ايدين حضراتكو في خلال الاسابيع القليلة القادمة عارفين حضراتكو الاضايا الكبيرة اللي من زمان ما سمعتوش عنها هتسمعوا عنها وهتشوفوا مستندات يشيب لها الولدان وهتشوفوا ناس في هذه الوزارة غير جادرين بالمكان اللي هم فيه الاماكن العليا اللي هم فيها وعلاقات واضايا فساد وشبكات احنا مش بنهضر احنا بنكلم جد احنا بنكلم كلام على هوا احنا مسؤولين عنه المدوك وفلوس واختلاصات ادارة واحدة بس يا مؤمن اخد بالك اسمك بقى مؤمن اسمك واقل اسمك ابراهيم ادارة واحدة بس يا بو خليل الله يرحمه والفنان الكبير صلاح قبيل كان بيتكلم في فيلم الرقصة والسياسي المهم يا بو خليل خليك معنا ادارة واحدة بس تم اسبات سرق تلتمية خمسة وتلاتين مليون جنيه في ثلاث سنين من ادارة تخيل بقى وحافظة زي الجيزة فيها عشرين ادارة اسكندرية مثلا قريب من العدد الجيزة القاهرة فيوم منوفية الشرقية اسوان انا تخيل في كم عندنا كم ادارة فيها كم تلتمية خمسة وتلاتين مليون جنيه ونرجع نقول مش تلاقيين نجيب جلدة حنفية لمدرسة مش تلاقيين نبني فاصلة للتلامزة اللي بيتكدسه كل سنة فوق بعض اللي وجود الفاسدين وفوائد الميزانيات هب يبقى عندك وفي ايدك مئات الملايين كأدارة فجأة تسافر سافرت فين ركبت القطر قطر ايه قطر فوائد الميزانيات شكرا